ولا حرج إن شاء الله تعالى إن فعلت السؤال الأخير ينتبني هواجس أن صرات غير مقبولة وأتشكك في كل شيء ما دامت هذه الهواجس بفضل الله تبارك وتعالى لا تتحول إلى قول محرم أو إلى فعل محرم وأنت تخافين على إيمانك وعلى دينك بل وتخافين أن لا يقبل الله منك العمل فأبشري ثم أبشري أما وقد وجدتموه أما وقد وجدتموه قالوا بلى يا رسول الله قال ذلك محض الإيمان ذلك محض الإيمان فأبشري آية الأخت الكريمة وشعور المؤمن والمؤمنة دوما بالتقصير وبأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه هذا شعور جميل هذا شعور إيجابي قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم للنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سأل سائل أم المؤمنين عائشة في هذه الآية فقالت أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله يشيد لهم بالجنة وأما المقتصد فقوم ساروا على طريقهم يرجون ما يرجون وأما الظالم للنفس فمثلي ومثلك وفي قوله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة فقالت أنهم إلى ربيهم رجعا قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه لا أريد أن